تعليمات القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرص الوطني لحاملة شهدة ثانوية نجد في صندوق الوصف سروط القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وأبرز الأسئلة الشائعة ومزايا المقبولين بالإضافة إلى طريقة التسجيل تعليمات التسجيل لحاملة شهدة ثانوية بوزارة الحرص الوطني كلية الملك خالد العسكرية يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل بدء التسجيل نجد الشروط في صندوق الوصف التأكد من تفعيل حساب أبشر ليتمكن المتقدم من الدخول عبر نفاذ الوصن الموحد يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل لا تتعدى عملية التسجيل مدة 60 دقيقة وبعدها يغلق الصفحة أمام المتقدم يجب إنهاء عملية التسجيل في مدة لا تزيد عن 60 دقيقة يرجى تجهيز صورة من الماسح الضوئي للتالي بحيث تكون صيغة الصور من نوع جي بي جي ولا تعدى حجم الصورة الواحدة 800 كيلو بايت صورة الشهادة الثانوية صورة شخصية ملونة بالزيل الوطني وخلفية بيضاء مقاس 4 في 3 التأكد من تعبات جميع الحقول وملاحظة الخانة المطلوبة عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعني وجود قطأ في البيانة المتكلة كتابة أحرف رمز التحقق المرضى باللغة الإنجليزية بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل سيتم إرثار رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل سأسمح التعديل على البيانات المتقلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار تعديل بيانات التسجيل طبر تعبات هذا الطلب غير مولد من لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية تعبات الحقول بالمعلومات الدقيقة وتحمل المتقدم أي تبعت في حال تسجيل أي بيانات غير صحيحة نجد في صندوق الوطف شرق شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية والإجابة أبرد الأسئلة الشائعة بالإضافة إلى طريقة التسجيل وماذا المكبولين